الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومع نسمة كريمة جديدة متجددة من النسائم الرمضانية وهي نسمة قضاء الحوائش وقضاء الحوائش يعني السعي في معاونة الناس على قضاء حوائجهم وتدبير مصالحهم وإحراز منجزاتهم ومتطلباتهم كل حسب قدرته وحسب استطاعته فقضاء الحوائج له ثواب وفضل عظيم تكلم عنه القرآن الكريم فقال ربنا سبحانه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال ربنا سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولله در الإمام الشافعي إذ يقول الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر تارات وأوقات وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر فالأيام تارات واذكر صنيعة فضل الله إذ جعلت لك لا إليك لدى الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات فيعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذا الخلق وأن يسعى الإنسان بجهده بساعده بشدة ما يستطيع من قوة من مال من خبرة من علم من جاه من سلطان في أن يقضي حوائج الناس من حوله حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ومن آداب قضاء حوائج الناس أن يسارع الإنسان في قضاء حوائج الناس ما استطاع إلى ذلك السبيل أن يصغر ويعني لا يستكثر من هذا الصنيع وهذا المعروف الذي قدمه لقول الله تعالى ولا تمن تستكثر وقالوا أن المنة تهدم الصنيعة تهدم صنيعة المعروف الذي قدمه وحوائج الناس التي قضاها وأن يتم هذا الأمر فأنا مشيت مع أخي مع صديقي مع جاري مع أي إنسان في خطوات من الكمال أن أسعى في تثبيت وتكميل هذه المصلحة وإحرازها له مئة في المئة قدر ما استطيع فده مما يضاعف الأجر والثواب من الأداب التي ترجع إلى المحتاج أن يعمد إلى الإنسان الكريم فيطلب منه ولا يطلب من لئام الناس حتى لا يريق ماء وجهه ومن هنا وصت الأعربية ابنها فقالت له وإذا هززت فاهزز كريما يلن لهزتك ولا تهزز لئيما فإنه صخرة لا ينفجر ماءها وأن يتحين الإنسان اللي هو صاحب الحاجة الوقت المناسب الأسلوب المناسب في المطالبة وده يحسن ويجمل إذا كان بين الزوجين فتحرز مطلوبها وبغيتها إذا ما اختارت وقتا مناسبا تطلب من زوجها المال تطلب من زوجها أي طلب من الحوائج التي أباحها الشرع الشريف ومن هنا يحرز الإنسان هذه الحوائج وينعم بقضائها وينعم بقضاء حوائج الله له فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة